أهلاً وسهلاً بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار استعداد لفروض المرحلة الثانية للدورة الأولى نشوف نموذج للفرض الثاني للدورة الأولى لمادة اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي إذن نموذج على شكل PDF أتلقاه في الوصف إذن سؤال الأول احسب الحروف حسب المطلوب إذن لدينا مجموعة دي الكلمات إذن نحاول نحسب عدد الحروف بالنسبة لجميع الكلمات سنشوفوا شحال عدد دا إذن مثلاً سين شحال كين من سين في هاد دا الإطار كامل شحال من فا شحال من لام شحال من صاد إذن ندوب السين إذن كين رصم سين كين سين كين سين إذن شحال عندنا واحد جوج ثلاثة إذن كام أربعة إذن سين هنا أربعة إذن نكتب هنا أربعة نمشو الفا شحال كين من فا إذن رسم بلال رصيف ها واحدة ها جوج إذن ها ثلاثة إذن ها أربعة نعم ها خمسة ها ستة إذن عندنا هنا ما كينش هنا ما كينش ها خمسة ها ستة إذن نحاولو تحسبو ستة نمشو اللام رسم بلال لام هنا لام كين جوج لام ولام إذن كين فول لام نعم كين سابر صفر هنا يفارس لام أخرى ببصل لام وفيل كذلك لام إذن عندنا واحد جوج ثلاثة إذن ثلاثة نعم كين أربعة وكين خمسة إذن خمسة إذن توجد عندنا خمس حروف لام عم شو دب الصعد إذن رسم بلال رصيف وحدة إذن صابر جوج إذن بصم ثلاثة بصل أربعة وصبر خمسة إذن عندنا خمسة من حرف الصعد إذن خمسة ننتقل إلى السؤال الثاني أكمل بوضع الحروف مناسبة عندنا الصورة اتلاقنا الصورة سنكتب الكلمة إذن و سنكتب الحرف المناسب إذن عندنا الصورة تمثل منزل إذن زيل عند الحرف الزاي منزل هنا تلا تلاميذ إذن ذال تلاميذ عندنا هنا موزن الزاي زن موزن عندنا هنا ذبابة إذن ذال ذبابة إذن عندنا منزل ذلاميذ تلا منزل تلاميذ موزن ذبابة إذن ننتقل إلى السؤال الثالث أجيبه حسب المطلوب قال لك أجزئ الكلمات إلى مقاطع كما في المثال إذن صبارة هي صا ديما أي حرف بالحركة دياله يعتبر مقطع إذن صبارة إذن بالنسبة ما كيكون عندنا السكون كنا نعتبر مثلا موزن مو كل مقطع إذن سنقسم لهذا الطريقة إذن نعملو مو مو والمقطع الثاني زن موزن إذن بصيص عندنا با إذن صو سي سا يعني بالمد كيست عتبر مقطع إذن سي صن إذن نكتبو با با المقطع الثاني إذن صي المقطع الثالث صن المقطع الثالث صن إذن عندنا مو زن با سيصن نعم ننتقل إلى السؤال الموالي إذن أدمج المقاطع لأحصلها على كلمة كفا في المثال إذن نجمع المقاطع بش نحصل على كلمة مثلا فارسن كلمة هي فارسن إذن هنا عندنا لذيد إذن كلمة هي لذيد إذن نكتبو هنا لديد لذيد سفر إذن الكلمة سفر س ف صفر 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 الى اخرية ديال الدبابة اذا ديال النحلة اذا نحاول نوصل كل صورة بالاسم مناسب اذا هنا عندنا شكونا هو سمسيم اذا في الحكاية هو القرد اللي بغى يمشي قرف مدراسة عندنا النحلة اذا النحلة يلي ساعدت النملة وعطت صراحيق دياله بش يعني تخلص من هدك تسموم الدبابة هي من؟ هي التي كانت ترقص مع الصرصور في المنزل الدبابة وبقى لدينا مماس وهذا اذا هذا هو مماس اذا عندنا مماس عندنا النحلة عندنا هذه هي الدبابة وهذا سمسم نعم اذا عمشو ده بس سؤال الثاني ارتب الكلمات لأحصل على جملة مفيدة اذا هذه ديال سمسم ايه اصلا عندكم في الحكاية اذا في المساء عاد سمسم هنا كتبنا مساء اذا على حسب اشن مطلب منا اذا عاد سمسم من المدرسة مساء اذا عاد 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 سمسم بس سمس مساء اذا قتلكم الكيسة بحول الدرب على الخط سين وبصل نقل بصل والاملاء ما يملي عليك الأستاذ اذا نتمنى نكون فتكم بها تصحيح شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة